اكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر إن الأجواء الإيمانية التي نعيشها في شهر رمضان المبارك ومظاهر التزاور والتواصل وروح الألفة والمودة التي سادت لقاءات المواطنين طوال الشهر الكريم عبرت بصدق عن قوة ومتانة الروابط التي تجمع بين أبناء البحرين جميعا ونسأل الله العلي القدير أن يعيد مثل هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير والمودة وقال سموه إن الأجواء التي سادت شهر رمضان المبارك أسهمت في تعزيز قيم المحبة والتآخي داخل المجتمع وعلينا التمسك بهذه الروح الإيجابية وأن نواصل استثمار هذه الأجواء الروحانية للشهر الفضيل في تقوية أواصر التقارب والمحبة بما يعزز من وحدتي وتماسك شعب البحرين وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تصريح له عن خالص التهاني والتبركات لمملكة البحرين وشعبها بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك داعينا الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيد هذه الأيام المباركة على البحرين وشعبها بمزيد من التقدم والنماء وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن تعم فرحة العيد على الجميع وأكد سموه أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة غاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه نجح في إيجاد تنظيم شمل كل النواحي للحفاظ على الوطن ومقدراته ومواصلة جهود التطوير والتحديث وأن الحكومة ماضية في جهودها لتنفيذ العديد من برامج التنمية التي تنعكس إيجابا على حياة المواطن وتكفل تحقيق التقدم المرجو في مختلف المجالات وقال سموه أن شعب البحرين يستحق منا الكثير وأن رضى المواطن هو المؤشر لنجاح أي برنامج خدمي أو تنموي وما لم يتحقق ذلك فإنه يجب العمل على تطوير هذه البرامج للوصول إلى هذا الهدف مشددا سموه على أن المواطن هو المعيار الرئيس في تحديد الأولويات وترتيب سلم المشاريع والبرامج الحكومية باعتباره جوهر التنمية ومقصدها الأساسي وأن البحرين تسير بإذن الله نحو تحقيق المزيد من التنمية والبناء على ما تحقق من مكتسبات على مختلف الصعود وعرب سموه عن تقديره لكل الجهود المخلصة التي يبدلها كافة العاملين في مختلف الأجهزة الحكومية وما يقومون به من جهود في تقديم التسهيلات والتيسير على المواطن وقال سموه إن لهم منا كل التقدير على ما يبدلونه لتحقيق أفضل المستويات من الكفاءة ورضى المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية المختلفة ودعاهم إلى المزيد من الإسراع في تطوير الأداء والإنجاز الحكومي وضمان أن يكون عملهم وفق نهج متطور وأداء متعاظم لخدمة المواطن وقال سموه إن عزيمة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله لن يثنيها أي شيء عن تحقيق كل ما فيه الخير للوطن والمواطن ونعمل على استكمال منظومة المشاريع الحكومية في مختلف مدن وقرى البحرين وإنشاء المزيد منها في المجالات المختلفة كما أكد سموه التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة الوطن والمواطن متمني سموه أن يزداد هذا التعاون رسوخا من أجل حاضري ومستقبل أفضل نرجوه للوطن وأجهاله القادمة وأشاد سموه بالدور المحوري الذي يطلع به رجال الصحافة والإعلام في مسيرة العمل الوطني وإسهاماتهم في تنوير المجتمع ودع سموه مجددا إلى التجاوب والتعاطي السريع والبناء مع كل ما تطرحه الصحافة ودع سموه الجميع إلى أن يكونوا يدا واحدة في استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات وتنميتها والبناء عليها تعزيزا للمكانة التي حققتها مملكة البحرين في المجالات كافة وحول القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكة المكرمة أكد صاحب السموه الملكي رئيس الغزراء أن هذه القمم جاءت لتعكس عمق إحساس وحكمة خادم الحرمين الشريفين في تغليب المصالح العليا للعرب والمسلمين ولم يشمل الأمة وجمع كلمتها وتوحيد صفوفها لترسيخ الأمن والاستقرار ومواصلة جهود البناء والتنمية لصالح الشعوب العربية والإسلامية وأعرب سموه عن تفاؤله بنجاح هذه القمم وتحقيق غايتها في تعميق التضامن العربي والإسلامي بفضل الإدارة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وأضاف سموه قائلا إن تطلعاتنا كبيرة إلى القمم التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والتي ترسم مستقبل الأمة فالتعاون بين الدول العربية والإسلامية يحفظ للأمة كيانها وسلامتها ويعزز من قوتها واستقرارها ومستقبلها وأشار سموه بالدور القيادية الرائد الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة لتقوية أواصر العمل العربي المشترك داعين الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين ويسجد مساعيه المباركة لصالح الأمتين العربية والإسلامية ودع سموه إلى الوقوف خلف المملكة العربية السعودية في توجهها نحو وحدة الصف العربي والإسلامي وقال إن الالتفاف حولها هو جزء من الواجب للدور الكبير الذي تطلع به السعودية توجاه أشقائها في العالمين العربي والإسلامي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر